المتابعة لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعى بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى ضحايا الفيضانات والسيول التي اشتاحت عدة مناطق شرق ليبيا وخلفت العديد من الضحايا والمفقودين تستعد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في ليبيا وبهذه المناسبة أوضح دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن المؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب نسقت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تقديم العون اللازم للوقوف مع ليبيا في هذا المصاب الأليم وأبين السيد أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قامت بعمل الترتيبات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة بالتعاون مع الوزارات الحكومية والجهات المعنية لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر